السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بالجميع في نهاية خطوتنا في الطريق لأمن المعلومات إحنا كنا بدأنا خطواتنا في طريق لأمن المعلومات وقلنا أن إحنا كل مجموع كل عدد خطوات معينة يوصلنا لمحطة معينة ومنها حننتقل إلى المحطة الأخرى في الحقيقة إحنا كنا بنتكلم في محطتنا عن إدارة الهويات والوصول أو Identity and Access Management إحنا لو بصينا على مكونات المنهج الخاص بالشهادة بتاعتنا اللي هي Comptia Security Plus اللي هي بتنقسم إلى ست أجزاء زي ما إحنا شايفين إحنا خلصنا جزء واحد منها اللي هو ده وهنا يعني فيما يساوي سبتاشر فلبيا من المنهج وكانت الخطة أن إحنا حننتقل إلى المحطة الأخرى اللي هي كانت حتتكلم عن أو التهديدات والمخاطر والثغرات ودي كانت مجموع المحطة ديت مع المحطة اللي إحنا انتهينا منها كان حيؤهلنا أن إحنا ننتهي من تلت المنهج تقريبا لأنه ستاشر واحد وعشرين ستة وتراتين تقريبا أكتر من تلت المنهج اللي هو مجموعه طبعا مية في المئة اتكلمنا في عن الخطوة إدارة الهويات والوصول اتكلمنا عن تعريف الأمن المعلوماتي واستعرضنا الفرق بين البيانات والمعلومات اتكلمنا عن برتكولات التحقق اتكلمنا عن أهداف الحماية وأنواع الحماية وأقصام الحماية اتكلمنا كمان عن التحكم في الوصول أو نماذج التحكم في الوصول وختمنا بالشهادات الرقمية وحاولنا قدر المستطاع أن احنا نغلب الجانب العملي وكنا بدي أمثلة كده عملية من واقع الحياة حتى لو لم تكن موجودة في المنهج يعني كنا الجزء الخاص بالمراقبة البيانات عن طريق السوشيل ميديا عن طريق جوجل تحديدا والخرايط الجزء ده مش هتلاقيه في المنهج لو حبيك تدرس المنهج الرسمي مع أي انستركتور تاني أو في أي معادة أو حتى مع نفسك من خلال مش هتلاقي الجزء ده ولكن احنا لأهميته شديدة احنا كنا بنحب نخلق جو من تثبيت المعلومة أو جو من التشويق ونحقق أكبر قدر من الاستفادة طيب الخطوة الجاية ايه ان شاء الله الخطوة الجاية هي زي ما قلنا لكم كنا مخططين ان احنا هننتهي من او هنصل مع بعض لمحطة اللي هي بتتكلم عن التهديدات الثغرات والمخاطر الفيروسات وانواعها وازاي نقدر نكتشفها وهي المؤشرات او الدلائل اللي كانت بتشير لوجود فيروس في الجهزة بتاعتنا كمان كنا هنتناول الاختراق الانواع المخترقين وبعض الاسليب الخاصة بهم وكنا مخططين كمان ان احنا نغطي التهديد والخطر والفرق بين التهديد والخطر اشياء يعني كنا هنتكلم عليها حد ممكن يتساءل انت بتتكلم بسيط الماضي كنا هل ما فيش انتقال الخطوة اللي جاية او المحطة اللي جاية الحقيقة جواب السؤال ده انا ذكرناها في الفيديو اللي فات ولكن ولكن نأمل ان شاء الله انه احنا ننتقل فعليا للخطوة او المحطة اللي هي تتكلم عن الجزء ده خصوصا ان الجزء ده اصلا في يعني واحنا بنحضر للكورس تقريبا كنا منتهيين من المادة العلمية الخاصة به لكن فيما يبدو ان احنا حنتوقف عند المحطة الاولى يعني حنتوقف قليلا نسأل الله سبحانه وتعالى ان احنا نتوقف قليلا ان لا يتم التوقف يعني كتير لسنة او سنتين او حتى اشهر حنتوقف قليلا لاسباب كتير منها ان احنا شغالين حاليا بنحضر لكورس كلاود يعني كورس مختلف تماما عن امن المعلومات كورس على كلاود كومبيوتين حديدا على الاجر فواخد تقريبا كل الوقت من ضمن الاسباب برضو انه احنا يعني قلنا انه من غير المنطقي ان احنا نبقى مع بعض مثلا الف متابع او ما يقارب وننتقل الخطوة التانية مع قلة يعني تقريبا عشر او خمستاشر الى الان تقريبا هما ستاشر او سبعتاشر اجابة على السؤال اللي فات فطبعا اقل من نص من عشرة في المية يعني نسبة ضئيلة جدا وضعيفة جدا طيب هنجاوب دلوقتي على الاسئلة اللي قد ترت في ادهان الكتير طيب حد يقول لي انا طبعت من الخطوة الاولى ومشينا مع بعض لحد ما وصلنا لانتهينا من الادارة الهويات والوصول وحابب اكمل يعني حابب معلوماتي خلاص لسه وحابب اكمل هقول له من حسن الحظ انه المهندس حسن صالح هو اصلا كان بدأ الكورس ده تحديدا من حوالي سنتين ودلوقتي بيكمله يعني دلوقتي هو نزل حلقة خمسة وتلاتين هي من حوالي ستة وتلاتين ديئة يعني هو مستمر في اكماله انا ارشح ان انت تستمر مع المهندس حسن صالح فيما يعني احنا لو رحنا استرطنا لستة الفيديوهات دي هتلاقي هو بادئ برضو بنفس البدايات بتاعتنا كده بيتكلم عن ادارة الهويات والوصول من فيديو رقم واحد وتعريف الامن المعلوماتي والتحقق والبرتوكولز شوف احنا وقفنا فين وابدأ ان تكمل معه المهندس حسن صالح يعني اقدر منا واعلم منا في فيما يتعلق وانا ارشح لك ان انت تستمر معا ان شاء الله وحتستفيد يعني يمكن اكبر من استفادتك معا طيب فيما يتعلق بالملخص المكتوب اللي احنا كنا وعدنا الناس به انا تقريبا انتهيت منه وان شاء الله حيكون اه متاح مع الفيديو ده جمعت لكم كل المادة العلمية من فيديو رقم واحد تقريبا لحد الفيديو تناشر مكتوبة باسلوب مرتب ومختصر وكمان مدعم يعني بالصور علشان المعلومة تكون يعني انحقق بها اقصى استفادة تمام اه طلبت منكم في الملف لو استعرضنا كده اول صفحة هتلاقيها هتلاقي هنا كاتب لك انا صفحة فارغة تركتها لك اللي تركتها لك هتلاقيني طالب منك طلب في اخر صفحة اه ممكن حد يسأل الطلب ده اعمله ازاي ببساطة شدد جدا الملخ المفتوحة هو هتلاقي هنا الشريط اللي هو اللي بيسموه الطول بار او شريط الادوات هتلاقي رمز الالم ده اللي هو ادراك تعليق عفوا ادراك توقيع اللي هو سيجنيتشر لو ضغطنا عليه كده هيبدأ يقولي اد سيجنيتشر لو ضغط على اد سيجنيتشر ديت هيفتح لي منطقة نص تيكست بوكس كده هو وابدأ في اكتب فيها النص سواء بالعربي او الانجليزي اي ان كان اوكي فلو قلنا مثلا اهو وقلت له اطلاي وخلاص اكتبها هنا انا كده كتبت او حققت المطلوب مني للي عاوز يحقق يعني ليس فرضا على احد وبكل بساطة ابدأ احفظ الملف هيتحفظ معي عادي جدا بنفس النص اللي انا كتبت له قبل ما اختم اه احب اطلب طلب من الجميع كلنا شايفين اللي بيحصل في العالم دلوقتي من الابتلاء المسمى فيروس كورونا او كورونا فيروس اه وبطلب من الجميع الدعاء بان ربنا سبحانه وتعالى يزيل الغمة ويكشف اه ما اصابنا جميعا يعني احنا شايفين ان العالم كل بادواته وتقنياته وتقدمه والاطقم الطبية والمستشفيات والاطباء وميزانيات ضخمة جدا كلها يعني حتى الان لم تفلح لسبب بسيط جدا لانه الله سبحانه وتعالى هو القادر فقط على دفع الدر وكشف البلاء اه علشان كده انا بطلب من الجميع الدعاء التوجه لربنا سبحانه وتعالى بالدعاء وفيما اعلم قد يكون هناك شخص بينه وبين الله سبحانه وتعالى باب مفتوح او مستجاب الدعوة فيعني ربنا يستجيب منه ويكشف الضر عن الجميع قد يكون من المتابعين برضو ناس غير على ملة غير المسلمين احنا كلنا متضررين مسلم يهودي مسيحي كافر ملحد كل العالم متضرر وكل العالم لابد ان تلجأ الى اله واحد فقط الله سبحانه وتعالى اله الكل هو الواحد والأحد كلنا لابد ان ندعو من القلوب ان لا يعاملنا الله سبحانه وتعالى بما نحن اهله او لا يعاملنا بعدله ولكن نسأله سبحانه وتعالى ان يعاملنا برحمته وان لا يعاملنا بما فعل السفهاء منا وان يرفع مقته وغضبه عنه ده كان طلب اتمنى من الجميع انه يحقق هذا الطلب ويغير من نفسه ويستغفر ويتوب لله سبحانه وتعالى ويلجأ اليه بقلب صافي وبنية صافية لانه كما قلنا ونؤكد الله سبحانه وتعالى فقط هو القادر على رفع هذا البلاء نسأل الله سبحانه وتعالى ان نكمل الخطوة القادمة ونحن فرحين باستجابة دعائنا ونحن قد كشف الضر عننا وزال الخطر عن جميع الخلق ويعني آسف للإطالة وأراكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته